بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسليين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات زيكم عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هناخد فيديو مختلف شوية هو مش لسنة دراسية أو لصف دراسي معين هو لكل الطلبة والطالبات اللي بتعلموا اللغة الإنجليزية هناخد فيه زي نعمل سؤال باللغة الإنجليزية How do you ask a question in English? How do you ask a question in English? يعني كيف تسأل سؤال باللغة الإنجليزية عايزين نعرف الأول إيه هو السؤال في اللغة الإنجليزية السؤال في اللغة الإنجليزية لازم نعرف إنه هو بينقسم لي قسمين أو نوعين عندي نوعين من الأسئلة في اللغة الإنجليزية أول حاجة اسمه إيه؟ سؤال أو هو سؤال يبدأ بفعل مساعد فعل مساعد اسمه an auxiliary verb an auxiliary verb أو a helping verb فعلي مساعد الأفعال المساعدة دي زي كده am زي am أو is أو are أو do أو does have has will إلى آخر سؤال بفعل مساعد وده بيبقى معناه yes or no question yes or no question يعني سؤال يجاب عليه بyes or no yes or no سؤال يجاب عليه بيس or no إزاي السؤال ده ناخد جملة كده ونشوف هنعمل السؤال إزاي أما نقول مثلا أحمد is in لندن يعني أحمد في لندن أحمد بيكون في لندن طيب عندي هنا الفعل هنا is ده موجود في الجملة ك mean verb a mean verb يعني فعل أساسي وليس فعل مساعد أما نقول أحمد is in لندن يعني أحمد بيكون في لندن عندي verb to be ده is ده طبعا من مشققات verb to be verb to be اللي هو verb أو فعل الكون فعل يكون هو الفعل الوحيد في اللغة الإنجليزية اللي بييجي فعل أساسي وفعل مساعد أما نقول أحمد is in لندن يعني أحمد بيكون فين في لندن عايزين نسأل سؤال بنعمل إيه كل اللي بنعمله إن احنا بنعمل المقص أو بنعكس هي الجملة عندي أحمد is in لندن السؤال هيبقى لو هنسأل بقى yes or no question يعني سؤال بيجاب عليه yes or no يعني السؤال معناه إيه معناه هل هيبقى عايز أقول هل أحمد في لندن هيبقى is أحمد in لندن question mark يعني هل أحمد في لندن طيب عايز أسأل سؤال تاني زي مثلا أقول السؤال بشكل تاني أقول مثلا أحمد أحمد in أمريكا أحمد يعيش في أمريكا أسأله إزاي طيب أنا ما عنديش هنا is في الجملة أعمل إيه ببص لي الزمن أو الزمن يعني بتاع الجملة بتاعتي اللي عندي يعني أشوف الجملة دي في زمن إيه لما نقول أحمد lives lives دا في زمن present simple عندي الفرب live وي أضفنا له is في آخر الجملة عشان الفاعل عندي أحمد مفرد لو الفاعل طبعا عارفين إن في present simple لما يكون الفاعل i أو you أو we أو the أو أي اسم جمع الفرب بعدها بيجي في الانفينيتب بدون أي إضافات أو تغيير في شكله لما يكون الفاعل عندي he أو she أو it أو أي اسم مفرد في الفرب في نهايته بنضف له is أو is أو i is طيب هنا بيقول لي أحمد lives in America طيب الفاعل عندي مفرد اللي هو أحمد والفرب lives الفاعل المساعد لما بيكون الفاعل مفرد في present simple بيبقى does does طيب لو الفاعل جمع الفاعل المساعد بيبقى do فنشوف هنا يبقى الفاعل المساعد اللي عندي does أقول does ها وبعدين إيه بعدين بجيب بعدها إيه subject اللي هو إيه أحمد does أحمد خلاص هي does دي إيه فيها اس لوحدها does فيها إيه اس أو إي اس هي أصلها فيرب دو وي منتحي بي إي اس لأنها present simple والفاعل مفرد يبقى نستخدم فاعل المساعد does نجيب بعدها subject ونكمل إيه الجملة وإيه الفرب بعدها بيبقى إيه ساد ساد يسر يعني إيه دي وير ساد يسر دي يعني هما كانوا حزنانين أو زعلانين إيه أمس إمبارح عايز أسأل عليها سؤال ناخد بالنا إن إحنا عندنا هنا وير دي من فر فعل أساسي دي وير يعني هما كانوا ده الباست من فربي تو بي مع الجمع كي آآ فربي تو بي إحنا عارفين تصريفاته اللي هي إيه اللي هي آم أو إز أو آر أو وز أو وير كي وز أو وير طبعا في الباست وإم أو إز أو آر في البرزن سيمبل طيب آآ هنا بيقولي زي وير ساد يسر دي هما كانوا حزنانين أو زعلانين أمس فعايزني أسأل عليها سؤال عندي وير ده إحنا اتفقنا إن فربي تو بي هو الفعل الوحيد اللي باستخدمه كا من فربي فعلا أساسي وكا أجزالري فربي يعني برضو فعل موسيعد هنعمل هنعكس زي ما قولنا كده نعمل مقص ذي وير تبقى وير ذي كي وير ذي ساد يسر دي يسر دي كويشن مارك يعني هل هما كانوا ساد حزنانين يسر دي أمس ده يس ار نو ايه كويشن طيب عندي صيغة تانية أو نوع تاني من السؤال هو سؤال ايه سؤال بيبدأ بفعل بسؤال بيبدأ بأداة استفهام اسمه ايه احنا عرفنا ان السؤال بيبدأ بفعل مساعد اسمه يس ار نو كويشن عندي سؤال تاني اسمه ايه دابليو اتش كويشن شوفوا كده مع بعض تاني نوع اللي هو دابليو اتش ايه كويشن يعني سؤال بيبدأ بأداة استفهام سؤال يبدأ بأداة استفهام سميناه ايه دابليو اتش كويشن ليه لان عندنا معظم الكلمات الاستفهام في اللغة الانجليزية بتبدأ بي دابليو اتش اكي زي ايه كده زي where اين when متى what ما او ماذا which اي او ايهما معظم ادوات الاستفهام بتبدأ بي دابليو اتش معادة طبعا ايه معادة how وهو دي معناها كيفة هو لوحدها معناها كيفة ولها طبعا مشتقات زي how many معدد او كم عدد زي how much how much بتسأل عن الكمية او عن الثمن زي how often كم عدد المرات how often كم عدد المرات okay how long بتسأل عن المدة او المسافة يبقى عرفنا ان دابليو اتش كويسشن السؤال بيبدأ بأدات استفهم زي ما نقول ايه كده نقول جملة كده مع بعض نشوف جملة كده اما نقول مثلا i go to school by bus يعني انا اذهب الى المدرسة بيليه بالبس بالأوتوبيس فعايز اسأل سؤال السؤال هيبقى ايه لما اقول انا بازهب للمدرسة بالأوتوبيس فكروا كده نقول السؤال اللي باسألوا هيبقى ايه هيبقى كيف تذهب الى المدرسة هسأل على ايه على الوسيلة او الطريقة اللي بازهب بيها الى المدرسة طيب كيف يعني ايه نحدد كده للأداية الاول ونعرفها هي ايه وبعدين نكتب كيف يعني how طيب بعد ما جبت أداة الاستفهام في حاجة مهمة جدا جدا لازم نعرفها السؤال اللي بيبدأ بأداة الاستفهام لازم نعرف تكوينه ايه السؤال اللي بيبدأ بأداة الاستفهام بيتكون من أداة استفهم أداة استفهم plus auxiliary verb اللي هو الفعل المساعد plus subject اللي هو الفعل plus verb اللي هو الفعل plus باقي الجملة تكملت الجملة أو باقي الجملة خلاص دي القعدة دي لازم نحفظها احفظوها زي اسمكم أداة استفهم فعل مساعد فعل فعل أداة استفهم فعل مساعد فعل هي دي إيه ده تكوين السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهم طيب إحنا جبنا هنا عندنا أداة الاستفهم اللي هي how نمشي على القعدة هنلاقي عندنا عايزين اي تاني بعدها عايزين فعل مساعد طيب الفعل مساعدة جيبه إزاي إحنا عرفنا ببص للتنس الزمن عندي بتاع الجملة واشوف الجملة بتاعتي في زمن إيه الجملة عندي في زمن إيه؟ أما نقول I go أنا أذهب عندي I وبعدها الفاب في الإنفنتب يبقى الجملة عندي في زمن present simple المضارع البسيط يبقى الفعل المساعد في present simple يأما دو أو دوز دوز إذا كان الفعل مفرد ودو لو الفعل عندي دوز لو الفعل مفرد اللي هو هي أو شي أو إت أو اسم مفرد دو لو الفعل عندي I I دايما ناخد بالنا بتحب تمشي مع You و We و Z بتحب تمشي معه دو لو الفعل عندي I أو You أو We أو Z أو أي اسم جم طيب عندي هنا I go Go الفرب في الإنفنتب والفعل I يبقى الفعل المساعد دو خلاص ها و دو طيب بعد الفعل المساعد بنجيب الإيه؟ الفعل الفعل إيه؟ الفعل هنا I ناخد بالنا أن I بتتحول في السؤال لي You You يبقى How do You و بعدين بنجيب بعدها الفعل الفعل عندي بجيبه في الإنفنتب الفعل بجيبه فيه في الإنفنتب How do you go كيف تذهب كيف تذهب to school إلى المدرسة؟ بقيت الجملة بقى عادي How do you go to school celda كيف تذهب؟ في المدرسة؟ 인 kinderen عندي جملة تانية مثلا زي كده منقول يعني هو يذهب إلى النادي ثلاث مرات في الأسبوع أسأل عليها إزاي؟ طيب ناخد بالنحن لو سألنا سؤال زي ده لو بصنا الجملة زي دي كده عايزين نعمل على سؤال بنقول هو بيذهب للنادي ثلاث مرات في الأسبوع يبقى السؤال هيبقى إيه؟ كم عدد المرات التي يذهب فيها إلى النادي؟ بيروح النادي كم مرة في الأسبوع؟ يبقى إيه؟ هسأل على إيه؟ ثري تايمز أويك كم عدد إيه؟ المرات طيب إيه الفعل لأدات الاستفهام اللي بتدي المعنى ده؟ بتسأل على عدد المرات أو على العدد اسمها إيه؟ اسمها how often how often الأداة دي يعني كتير ما يعرفهاش أو بتنسوها يعني how often how often معنى كم عدد المرات ها إيه دي إيه؟ أداة الاستفهام how often وإن ده بنتكوّم بيتكوّم من إيه السؤال؟ أداة الاستفهام؟ فعل مساعد فعل فعل أدي أداة الاستفهام how often فين الفعل المساعد؟ نبص عندنا للجملة ونشوفها في زمن إيه؟ الجملة عندي بنقول he goes ده زمن الـ present simple الفعل عندي he عشان كده الفعل عندي منتهي بـ ES وحطنا ES مش S لأن الـ verb آخره O وقلنا قبل كده إن في الـ present simple الـ verb لما يكون منتهي بـ S أو SS أو SH أو CH أو O أو X أو Z الحروف دي بنضيف للـ verb بعدها ES خلاص خلاص؟ فالفعل المساعد عندي مع المفرد هي إيه؟ DOES الفعل المساعد معه هي DOES how often DOES ها؟ طيب ها دي أدتلي استفهام ها دي الفعل المساعد بعدها إيه؟ بعدها الفاعل السبجكت السبجكت عندي هي حطي هي how often does he وبعدين DOES يجي بعدها الـ verb إيه في الـ infinitive how often DOES HE ما حدش يقولي DOES HE GOES غلط how often DOES HE GO TO THE CLUB كم عدد المرات التي يذهب فيها إلى الـ الـ إلى النادي طيب نعمل سؤال تاني بنقول مثلا I will travel to America tomorrow I will travel to America tomorrow سوف أسافر إلى America tomorrow طيب لو عايز أسأل عليها سؤال نشوف برضو هبقى السؤال معناه إيه I will travel to America tomorrow سوف أسافر إلى America tomorrow غدا إحنا ممكن نسأل سؤالين أو نسأل السؤال بشكلين مختلفين ممكن نقول أين ستسافر غدا لو أنا عارف إنه هيسافر ومش عارف هو هيسافر فين وممكن أقول متى ستسافر إلى أمريكا لو أنا عارف إنه هيسافر أمريكا بس مش عارف هو هيسافر إمتى طيب نشوف كده الأول نقول إيه نستخدم نقول أين اللي هو أدي لو عايز أقول أين ستسافر إيه غدا نقول where طيب أدي أداة الاستفهام فين الفعل المساعد الفعل المساعدة عندي موجود في الجملة will where will بعدين السبجكت السبجكت عندي إيه I في السؤال بتبقى you where will you أدي الفرب بعدها بعد will بيجيب الفرب في الانفينتف عادي where will you travel to sorry where will you travel tomorrow question mark where will you travel tomorrow يعني أين ستسافر غدا ما حدش يقول لي where will you travel to أمريكا tomorrow يعني أين ستسافر إلى أمريكا غدا ما ينفعش طبعا أنا بسأل على إيه على المكان اللي هي أمريكا طيب ممكن بقى أسأل على حاجة تانية عن الزمن يعني ممكن نقول متى ستسافر إلى أمريكا أقول when ها دي أداة الاستفهام ها الفاعل المساعدة عندي برضو will الفاعل i هتتحول you الفاعل عندي travel بعدين أقول e to America question mark when will you travel to America يعني متى ستسافر إلى أمريكا طيب نرى برضو سؤال تاني كده بيقولي مثلا I played football in the in the park yesterday i played football in the park yesterday يعني أنا لعبت كرة في البارك yesterday أمس عايز أسأل سؤال الجملة دي ممكن أسأل عنها بإيه يقول i played football in the park yesterday لعبت كرة في البارك أمس ممكن أقول إيه ممكن أقول أين أنا لعبت كرة أمس يعني لعبت الكرة مبارح فين وممكن أقول إيه تاني ممكن أقول متى لعبت الكرة إيه في البارك لعبتها إمتى خلاص عشان داني إيه برضو وقت اللي هو إيه yesterday فممكن نقول أول حاجة لو هنسأل هنسأل بيه أين هسأل عن المكان اللي لعبت فيه يبقى أسأل بيه بي where خلاص أقول where إيه دي أداة الاستفهام where يعني أين طيب الفعل المساعد عندي هيبقى إيه إحنا بنقول أداة الاستفهام فعل مساعد فعل فعل الفعل المساعد إيه إحنا تفقنا بمبص للتنسي بتاع الجملة زمن الجملة ونشوف الجملة اللي عندي في زمن إيه أما يقولي I played I played أنا إيه لعبت الفرب متاحي بي إي دي إي دي يبقى الفعل عندي في زمن الإيه الباست ده تصريف تاني played طيب والفعل المساعد في الباست السيمبل هو did يبقى where الفعل المساعد يبقى did where did I بتتحول ل you subject أهو where did you play طبعا أما جيب الفرب بقى بشي منه ال-ed وبجيبه في infinitive did أجيب بعدها الفرب في ال-e في infinitive where did you play football yesterday يعني أين لعبت كورة إيه أمس وممكن نقول إيه كمان ممكن نقول when يعني متى when الفعل المساعد عندي عشان الجملة في الباست هيبقى did when did we الفعل برضو you I بتتحول you زي ما قولنا when did you play football in the park أين لعبت الكورة في البارك طيب عندنا هنا مجموعة من الأسئلة سؤال write questions ده في كتاب المنوار في منهج English World الصف السادس اللي ابتدائي وقلنا حتى في أي مرحلة دراسية يقدر يتابع معنا برضو لأن الفيديو ده لكل المراحل أي حد عنده مشكلة في تكوين السؤال السؤال بيقول طبعا العنوان write questions يعني اكتب أسئلة number one بيقول I enjoy playing music and dancing يعني أنا أستمتع ب playing بعزف الموسيقى playing music عزف الموسيقى and dancing وال رقص يبقى السؤال هيبقى طيب ما معناها إيه قلنا ما معناها ما أو ماذا معناها what what طيب الفعل المساعد إحنا قلنا قدنا قدادة استفهام فعل المساعد فعل فعل الفعل المساعدة عندي هيبقى إيه أما أقول I enjoy 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 ده verb في present simple يبقى الفعل المساعدة عندي هيبقى do أو does ولأن الفعل I فالفعل المساعدة هيبقى do what do طيب الفعل قلنا قدادة استفهام فعل المساعد بعدين الفعل الفعل I في السؤال يتحول ل what do you إيه ها نجيب الفرب الفرب عندي enjoy حط enjoy طيب في حاجة كمان كده هنا بيقول what do you enjoy ما الذي تستمتع إيه يعني ينفع نقول ما الذي تستمتع وخلاص ولا لو بنسأل السؤال حتى كده يعني بالعربي كده هنقول ما الذي تستمتع بفعله what do you enjoy doing question mark what do you enjoy doing عايزة أقول بفعل بفعل enjoy doing تستمتع بفعل enjoy يجي بعدها verb plus ing what do you enjoy doing طيب السؤال بعد كده بيقول I can lock down on the island from a helicopter أستطيع أني أنظر على الجزيرة يعني من فوق كده لتحت على الجزيرة من helicopter السؤال هيبقى إيه السؤال ممكن يبقى من أين تستطيع أن تنظر إلى الجزيرة من أين فهيبقى إيه from where أو ممكن نبدأ be where يعني نجيب حرف الجر البروزيشن حرف الجر قبل أداة الاستفهام وممكن نبدأ بأداة الاستفهام ونجيب الحرف الجر في آخر الجمع يعني ممكن نقول from where can you lock down on the island وممكن نقول where can you lock down on the island from ok where يعني أين can you طبعا قلنا أداة الاستفهام بعدها الفعل المساعد اللي هو عندي في الجملة إيه can موجود في الجملة can هحطه i بتتحول you الverb عندي lockdown بعد can يجي بعدها الverb في infinitive where can you look down on the island from where can you look down on sorry on the island from يعني من أين تستطيع أن تنظر أسفل الجزيرة طيب نمبر ثري بيقول تيهيتي is in the south pacific ocean طيب يعني بيقول تيهيتي موجودة في in the south pacific ocean عايز أسأل عليها سؤال ده مكان أهو طيب المكان بسأل عليه بإيه بسأل عليه ب where where الفعل المساعد موجود عندي في الجملة is هي is هنا ما قول تيهيتي is is هنا من verb فعل أساسي وإحنا قلنا إن verb to be بيستخدم كمن verb وكأساسي كفعل مساعد كفعل أساسي وفعل مساعد تيهيتي is in the south pacific ocean نقول where is تيهيتي سؤال 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 كده بيقول flowers and trees grow on the island يعني أزهار وأشجار بتنمو على الجزيرة أشجار وي أزهار تنمو على الجزيرة ممكن نقول إيه ممكن نسأل ونقول إيه ممكن نقول إيه هي النباتات اللي بتنمو على الجزيرة إيه النباتات يعني ما النباتات هتبقى إيه ممكن نقول هنا ممكن نقول ما نوع النباتات اللي بتنمو على الجزيرة ممكن نقول إيه وممكن نقول يبقى ما نوع بعد نقول الفعل المساعد طبعا الجملة عندي في present simple والفعل عندي هنا جمع flowers and trees يبقى الفعل المساعد هي do what kind of plants do the طبعا علشان هم جمع flowers and trees do the grew on the island ممكن نقول what plants do the grew on the island the number five يقول that legons in tahiti are turquoise يعني الكوارب البحيرات المالحة في tahiti or turquoise يعني لونها ايه لون turquoise فعايز اسأل عليها سؤال اداني لون اهو وعايز اسأل عليه اللي هو لون turquoise فهنقول ايه اسأل على اللون بي what color what color ها بيقول the legons legons دي جمع و الفعل المساعدة عندي اصلا موجود are what colors the legons محيرات المالحة in tahiti كفتش شمر طيب السؤال الاخير بيقول i will stay in اسوان for a week يعني سوف امكث في اسوان لمدة اسبوع لمدة اسبوع يبقى هنا بيسأل عن المدة طول المدة بسأل عليها how long how long ادي الاستفيام الفعل المساعدة عندي will هنحط will how long will i بتتحول you stay in aswan how long will you stay in aswan اكتفي بالقدر ده مش عايز تقول عليكم الفيديو لو في حاجة اوقف عليكم تاني ياريت تكتبولي في الكمنز اشوفكم على خير good bye